للتعليق على هذا الموضوع ومواضيع أخرى ينضم إلينا مباشرة نوضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشرحماني أستاذ مرتضى أهلا بك إلى نشرتنا هذا اليوم دعني أبدأ معك هل البصرة جاهزة لتحويلها إلى قليم مستقل إداريا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية مجلس محافظة فيه رأيين الرأي الأول تغلب على الرأي الآخر وهو الرأي الأول بداية أن يكون وتكون البصرة إقليما إداريا وفق الدستور وهذا شأن دستوري قانوني نص عليه الدستور العراقي وفق المواد من 117 صعودة لـ 121 كيف عملية تكوين الأقاليم الإدارية الرأي الآخر هو رأي مع التوسع اللامركزية الإدارية التي تضمن نقل صلاحيات السبع وزارات التي نص عليها قانون 21 المعدل لعام 2008 بالتالي كل الرأيين يلتقيان في حصيلة واحدة أنت مع أي رأيي أستاذ مرتضى أنت أعضو مجلس محافظة مع أي رأي أنت؟ الآن الآراء المتوافرة سواء مع أو ضد تساقطت جميعها اليوم لا أنا عندي غاية من هذا السؤال أستاذ مرتضى أنت في وقت سابق ذكرت في جلسة صحيحة قانونية ثم أكتمل الكتاب ثم نعم لمركزية الإدارية الواسعة لتقوم الحقوق البصرة التي تنقل حقوق السبع وزارات لكننا إلى شديد الأسف الحكومة الاتحادية هي التي أرادت أن يتخذ القرار في مجلس محافظة الدواعي التي دعت مجلس المحافظة أن يتخذ قرار مهما في هذه اللحظة التي حقيقة البصرة اليوم لها أموال كثيرة في ذمة الحكومة الاتحادية لم تفي بها لها لا مركزية مقيتة وحقيقة في الدستور الاتحادية لكن التعامل الحقيقي هو التعامل لا مركزي والدليل الأوضحة الآن الموضوع الذي تفضلتم بتقريركم وهو السيول التي داهمت البصرة سأتي على هذا الموضوع أستاذ مرتضى خلينا نكمل بهذا الموضوع أستاذ مرتضى خلينا نتكلم بشكل أوسع عن موضوع الاستفتاء طيب الآن الحكومة لم تستجب المفاوضية قدمت طلب إلى الحكومة ولم تستجب رئاسة الوزراء إلى طلب المفاوضية ما الذي تقرأ؟ هل هو رفض؟ هل هو مع العلم أن رئيس الوزراء عدل عبد المهدي يعني شدد في أكثر من تصريح أنه نحن نريد تلبية مطالب أهل البصرة وحل المشاكل هناك هل هي محاولة لذهب بعيدا عن موضوع الاقليم وتشتيت هذا تشتيت الرأي العام نتحدث في البصرة كل الحكومات المركزية تدأب دائما على أن تسحب جميع الصلاحيات إلى وزرائها بالتالي الحكومة المركزية الحالية الاتحادية وفق الدستور ذهب إليها كتاب مدلس المحافظة وبالتالي هي معنية مدلس الوزراء برفعه إلى المفاوضية والمفاوضية تقدر قيمة الأموال التي من خلالها يصار إلى استفتاء العشرة بالمئة ثم يقرر بعد ذلك الشعب البصري هو الذي يقرر نهائيا الاستفتاء بالتالي الحكومة المركزية اليوم طبعا ونحن نتوقع ذلك بالتالي المجلس المحافظة اليوم في خضم مناقشة موضوع وهو كيفية أن يصل الطلب إلى مجلس الوزراء ثم يحول إن لم يحول فيصار إلى إقامة دعوة قضائية اليوم نحن نهينا دعوتين قضائية دعوة منها في الاتفاقية المبرمة ما بين العراق والأرض وتمت المرافعة يوم عشرة والدعوة الأخرى التي قبلت شكلا هي موضوعة الموازنة والأموال البصرة للبتردولار ومشاكلها التي بخذت حق البصرة طيب أستاذ مرتضل لنفرض جدلا وهذه مساعي رئيس الوزراء أنه أراد أصلاح الأمر في البصرة وحل أزمة البصرة هل بات موضوع الذهاب إلى الإقليم والاستفتاء يعني مطلبا شعبيا لا بد منه ويجب أن يحصل هذا الشيء المجتمع البصري بشكل عام منقسم إلى أمرين الأمر الأول يذهب إلى الإقليم الأمر الآخر والمجموعة الكبرى لعله تذهب إلى أن تكون البصرة لحكومة محلية تتمتع بكافة الصلاح بناء على هذا كيف أستاذ منتظر هل لديك معلومات موثقة ما إذا كان الشارع البصري منقسم حول ذهاب إلى موضوع الإقليم لأنه هناك شبه إجماع على موضوع الذهاب إلى الإقليم لا هناك أمرين الأمر الأول ما جاء داخل مجلس المحافظة للموثلي الشعب فكانت هناك مدرستين ثم لو نزلنا بالاستبيانات الأخيرة التي عملتها المنظمات المجتمع المدني والإذاعات المحلية لاحظنا أن هناك ساحتين الساحة الأولى تذهب إلى الإقليم للمطالبة بحقوق البصرة وهناك لهم عدة دواعي وهي مقبولة البصرة محرومة حتى من الاستيزار وزير منها لا بالتالي رجعت الحكومة المركزية إلى رفع صورة الحسن بن الهيثم لأنه بصري من العملة العشر تلاب يعني هكذا حكومة تتعامل مع محافظة كبيرة مهمة جدا كمحافظة البصرة التي الكل يعلم أنها هي رئة العراف وبالتالي الاستبيانات المحلية وفق المنظمات المجتمع المدني وفق الاقتصادي ورفع صورة الحسن بن الهيثم لأنه بصري لو كان غير محافظة لما رفعه بالتالي الاستبيانات في المنظمات المجتمع المدني واستبيانات جيدة وإذاعات المحلية رأينا أن هناك أمرين الأمر الأول يقبل إلى الإقليم والأمر الآخر ولكن مجلس محافظة البصرة صوت بالأكثرية أستاذ مرتضى مجلس محافظة البصرة أنت عوض في هذا المجلس صوت بالأكثرية على الذهاب إلى الإقليم نعم لذلك نعم عشرين عضو صوت لذلك أصبح القرار قرار قانوني واقع فذهب الآن وأرسله إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء معني بإرساله إلى المفوضية كما قلنا وتفضل جنابكم في بداية الحديث واضح أستاذ مرتضى باختصار على عجالة لدينا تصريحين الأول من رئيس مجلس محافظة البصرة يقول أنه خطر الفيضان التلاشى وأيضا مدير ناحية النشوة التابعة لقضاء شط العرب يقول أن انهيار سدة السويب ستؤثر على حق المجنون أطلعنا على الصورة ما هي إجراءاتكم في المجلس اليوم فعلا اليوم فعلا البصرة في خطر اليوم هذه الساعة وهذه اللحظة البصرة في خطر من أمرين الأمر الأول أن في طبيعة الحال لصعود المياه والنزولة والمدوى الجزائي كل رأس شهر هجري ونصف شهر هجري يزداد المياه اليوم كما تعلم في نصف شعبان بالتالي الأيام المقبلة أيام صعود المياه اليوم هدمت سدة السويب كذلك سدة الشطيط التي اليوم هي من المفاجئ أنه نهر الفرات هو الذي ارتفع اليوم فبالتالي إكمالا ارتفع نهر دجلة وارتفع نهر الفرات ونزول نهر الكرخة وسدة السدد اليمانية ونهر الكارون هذه كلها دواعي لأن تكون الحلول اليوم جاهد الحكومة المحلية ومع شديد الأسف عودا على بد الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الموارد المائية لا ترتقي هذه الوزارة لم ترتقي إلى حل يكون حلا واضحا أستاذ متضان أعتذر لذيك الوقت عني أن يكون هذه المقابلة شكرا لك أنا آسف أنا أعتذر أعتذر منك انتهى وقت المقابلة شكرا جزيلا لك عضو مجلس محافظة البصرة متضى الشرح مالي كنت معنا مباشرة من هناك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك